بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية اتنين تابع الوحدة الخمسة الموزنة المرنة وتحليل الانحرافات نتكلم عن مفاهيم الطاقة لتحديد أنواع المعايير Capacity concepts to determine the types of standards مفاهيم الطاقة لتحديد أنواع المعايير تأخذ الشكل التالي عندي نوع من أنواع الطاقة الطاقة القصوى Maximum capacity كلمة القصوى هي نفسها الطاقة النظرية theoretical capacity تساوي برضو كلمة الطاقة المثالية ideal capacity طاقة القصوى هي نفسها الطاقة النظرية هي نفسها الطاقة المثالية يبقى maximum theoretical ideal كلهم بمعنى واحد تعريف الطاقة القصوى أو النظرية أو المثالية هي أقصى ما يمكن للأصل أداؤه من استفادة دون الأخذ في الاعتبار أي أعطال سواء كانت أعطال حتمية أم غير حتمية النوع الثاني الطاقة المتاحة Available Capacity هي أقصى ما يمكن للأصل أداؤه من استفادة بعد استبعاد ما يقابل الأعطال الحتمية النوع الثالث الطاقة الفعالية Acouchal Capacity هي أقصى ما يمكن للأصل أداؤه من استفادة بعد استبعاد ما يقابل الأعطال الحتمية والأعطال غير الحتمية مع مراعاة أن الطاقة القصوى اللي بتساوي أقصى طاقة دون مراعاة لأي أعطال الطاقة المتاحة تساوي الطاقة القصوى ناقص الأعطال الحتمية طب الطاقة الفعالية ستساوي الطاقة القصوى ناقص الأعطال الحتمية ناقص الأعطال غير الحتمية أو أن الطاقة الفعالية تساوي الطاقة المتاحة ناقص الأعطال غير الحتمية مفاهيم أخرى للطاقة عندي مفهوم للطاقة اسمه الطاقة العادية Normal Capacity وهي تمثل متوسط ما حدث خلال فترات سابقة الطاقة العملية Practical Capacity وهي تراعي ظروف الحال وظروف التشغيل الفعلي ولا تجتمل على أي أعطال أنواع المعايير عندي المعايير المثالية أو النظرية هي تلك المعايير المقدرة في ضوء أفضل أو أمثل ظروف للتشغيل دون مراعاة لأي أعطال المعايير العادية هي تلك المعايير التي تعد بناء على الطاقة العادية للمنشأة التي تأخذ فيها فترات الركود وفترات الرواب التي تمر بالمنشأة وبالتالي فهي تمثل متوسط لما حدث للمنشأة من تدفقات خلال فترة معينة المعايير الفعالية هي معايير قصرة الأجل وتعد بناء على الطاقة الفعالية المعايير العاملية هي تلك المعايير التي تعتمد على الطاقة العادية وبالتالي توصف بالواقعية لأنها تراعي ظروف الحال وظروف التشغيل الفعلي ولا تجتمل على أي أعطال ترجمة نانسي قنقر